فرصه في نيل ولاية رئاسية ثانية تتضاءل وهو في طريقه إلى فقدان منصبه هكذا وصفت صحيفة واشنطن بوست حال العبادي في خضم غضب شعبي واسع على فساد الأحزاب الحاكمة وتردي الخدمات الأساسية في وسط وجنوبي العراق فثورة الحالية اتسعت رقعتها وصولا إلى بغداد وتحولت إلى اعتصامات مفتوحة أدت إلى تناقص حضوظ العبادي بالجلوس على كرسي رئاسة الحكومة مرة أخرى بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فالأمريكيون يرون أن واشنطن أخطأت في الضغط باتجاه حصول العبادي على ولاية جديدة وإن كان الهدف هو حماية مصالحها ومكاسبها في العراق على مدار السنوات الماضية كما أن الولايات المتحدة لم تهيئ بدائل سياسية لمواجهة ظروف طارئة كالتي تجري في العراق حاليا توقعات واشنطن بوست بتلاشي حلم العبادي في الولاية الثانية جاءت بناء على عوامل أعقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة أبرزها تزوير نتائج الانتخابات والأهم من عمليات التزوير هي رد فعل العبادي نفسه تجاه مطالب المتظاهرين المشروعة ومواجهته إياها بالقوة في بادئ الأمر قبل أن يغير موقفه مع توسع هذه التظاهرات ويعترف بأن مطالب المتظاهرين مشروعة ويعد بالإغاثة الاقتصادية الفورية الضغط التظاهرات والاعتصامات اضطر العبادي إلى الخروج في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ليعلن عن فتح ملفات فساد لمسؤولين من الدرجة الثانية في مفاصل الحكومة بينما ما زال حيتان الفساد الكبار أحرارا طلقاء كما هو الحال مع عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق ووحيد كريم وزير الكهرباء الأسبق المنتميين إلى حزب الدعوة الحاكم نحن لأساسي لمكافحة الفساد مطارد للفاسدين ونحن نشهر قريبا ما عملناه في هذا الإطار منهم الأناس اللي كان تحويلهم إلى النزاهة وكم شخص تم الحكم عليه حديث العبادي المتكرر عن حربه على الفساد بات وفق المتظاهرين استوانة مشروخة منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر